احاقولوكو على حاجة واحدة بس نقطة فسفوسة كده لجوء كهرباء للقضاء المدني يعرضو للشطب من الفيفا يعني يعني يا جماعة يعني انا معرفش اي حد بيول رأيه واي حد بتكلم واي حد يكتب واي حد يدي انتباعات كده بدرايق او بدون درايق معرفش الراجل شايف ان عقده في مشكلة يلجأ للقضاء وحر وليقوله قضاء على دماغنا لكن هل هو هيرجع يلعب من غير ما الزمالك ياخد فلوسه لأ الزمالك اصبح ليه حق واضح قررته المحكمة الرياضية هو كهرباء عنده احساس انه مظلوم عنده احساس ان فيه تلاعب عنده احساس اوه حس كيفامها الشيط عليك ان تثبت ذلك تروح للقضاء المدني مش لكن مش عشان خاطر انه الناس مش عايزة كهرباء يروح للقضاء المدني وعايزة يدفع انه الموضوع هو يعني غلطان غصبا عنه فيقولك لأ ده هيتشطب ناس تانية مع الزمالك يقولك بيتشطب ناس مع الاهل يقولك لأ مش عايزين نتحاول المواضيع كده في حاجتين في الموضوع ده كهرباء مش هيلعب إلا ما يسدد نص الغرمة للزمالك الغرمة منصفة بينه وبين النادي البرتغالي هيدفع الفلوس للزمالك هيدفع الفلوس للزمالك عشان يلعب والاهل يمجاز مع كهرباء الملف ده الشهر 11 ده اللي هيبدأ اللي هو بدأ النهاردة بعد الساعة 12 عشان الموضوع ده يبقى يتقفل بالنسبة لنا هو يلجأ للقضاء المدني يلجأ مش معقول بقى يا جماعة لو رجأ للقضاء المدني يتشطب كان اتحاد الكرة الطيرة شخصيا قالك على مريم مصطفى ستدفع الثلاثة مليون جنيه شرط جزائف عدام على الاهل اذا النيابة قالت ان العقده مزور يا ده مش دي برضو رياضة والتحاد رياضي وفيه اتحاد دولي يعني هو اتحاد الطاهرة نفسه في البيان اللي عملوا في القصة بتاعت مريم مصطفى قال ان الفاصل في ان العقد سليم او مزور مش هو الاتحاد النيابة هو كهرباء ليه وجهة نظر عليه ان يثبتها عن طريق القضاء هو حر اثبتها اثبتها يبقى نفتح الملف تاني ونتكلم فيه ما اثبتهاش برضو خلاص يعني 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 مفيش داعي ان احنا يعني اللي هو ايه يعني نخنق كهرباء والسلام وكهرباء كده كده حيدفع غرامة للزمال خلص الموضوع لكن من حقه ياخد كل الطرق التي يثبت بها صحة وجهة نظر ان اثبتها ان وسهل ان ما اثبتهاش برضو ان وسهل يعني الموضوع خلص حينتهي يعني مفيش اي مشكلة النهاردة الاتحاد السكنداري كسب اه 3 واحد طالع الجيش ودي من تل مش عقل من 20 سنة ولا من قدي من 2001 بانه ولا ما عرفش من قدي ايه ما حصلتش ان الاتحاد السكنداري يحصد 9 نقاط في 3 متشات لدرجة ان في مواقع وفي يعني يعني ناس كاتبة اخر 20 سنة الاتحاد السكنداري او 3 متشات لي في الدوريات يعني يقول لك اتحاد سكندري دوري 2001-2002 كازبان كازا كاردوري 2002 يعد رصد تاريخي للاتحاد سكندري الناس كلها سعيدة وفرحانة الحقيقة بالنجاحات اللي محققت نادي الاتحاد سكندري كسب النهاردة وحصلت تسع نقاط وده الحقيقة حاجة كبيرة جدا نتمنى انه يتواصل اتحاد سكندري على هذا المستوى لانه اتحاد نادي عظيم جدا وجمهور اسكندريا جمهور عظيم جدا ولما في نادي مقندية الشعبية يظهر بهذا الشكل كلنا لازم نسنده ونادي الاتحاد على فكرة من الاندية التاريخية واول الدوري يعني هل لازم ناخد سكرين شوت من الجدول ده الاتحاد الاول والغاز المحلة التاني تخيلوا الزمالك والاهلي التالت والرابع بتفرق الاهداف ويمكن اقل مباراة لكن المتحاد سكندري باول الدوري وغاز المحلة تاني الدوري غاز المحلة كسبان متشين ومتعادل متش وتحادس كدري كسبان التالت متشات وقال له الزمالك كسبانين متشين بعد كده فاركو فيوتسور وطلع الجيش ثم المصر وسلميكا والكلام ده لكن ده الحقيقة شكل الحقيقة مدهش ليه جدول الدوري وشكل حلو جدول الدوري بانتصارات الاندية الشعبية